وعلى ذكر القمع والحقرة اليوم قال لك أنهم وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما يسمى بضعية الحال تعليمات إلى سيد الوزير الأول إلى آخر بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد عندما تسمع هذا الكلام تقول هذا شيء جميل شيء جميل أن نرى لا نرى المتنطعين باسم القبائل أو المتنطعين باسم العرب أو المتنطعين باسم الشاوية أو أي متنطع يسيب في جزائرين آخرين يشيطن فيهم يتهمهم بأنهم زواف وآخرين يتهمون باللي العرب روحوا وعودوا لليمن ومن يشعر هذا تقول لك شيء جميل لكن بالحقيقة هذا حق يراد به باطل هذا سم في عسل أقرأ شوفوا ماذا يقول الفقرة اللي بعدها إن هذا الإجراء هذا البيان تاحه ما يسمى بالرئاس الجمهورية المرادية لرهي مملوء أبل حنوشا إن هذا الإجراء يأتي بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحف على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي كما يأتي كما يأتي لسد باب الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحرك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني إن الجميع مطالبون بالتقييد بالدستور وقواني الجمهورية لا سيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها والمكونات الأساسية الهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب كل ما يعنيهم في هذا هذه العبارة الأخيرة رموز دولة واحد والعبارة اللي قبلها الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات أولا يا هتبون شعب جزائري لا يعترف بقوانين الجمهورية لأن لو كان اعترف بقوانين الجمهورية في 22 فبرايل لو كان مخرج قوانين الجمهورية كانت تقول أن محنط في شريطة مع احترامي لكل إخواننا المصابين في أجسادهم محنط تماما ما خاتبش شعبوا يومها حوالي سبع سنوات كانوا تدينوا باش يديروا عهداء خامسة اللي راك انتا في الحقيقة لا انتا لها تكمل فيها الآن قوانين الجمهورية يا تبون تمنع الشعب الجزائري أن يتظاهر في الجزائر العاصمة منذ جوان 2001 لو كان شعب جزائري تبع قوانين الجمهورية هذه جمهورية الحنوشة لو كان مخرج في 22 فبرايل وهناك سبعمائة قانون شعب جزائري داسوا على جليه لأنها ليست قوانين جمهورية هذه قوانين كبار العسكر هذه قوانين حقرة شعب جزائري لا يعترف بأغلبية قوانين الجمهورية في واقع العمر ولو كان جا يعترف بها ولو كان مراش يخرج لأن ما يسمى بقوانين الجمهورية تمنع التظاهر تمنع بل أن حتى في الولايات الداخلية باش الناس تجتمع في أي شيء لازموا وافقة الوالي كان بعض الحزيبيات وبعض الأحزاب كانوا باش يجتمعوا يقعدوا بالأسابيع يترجعوا في الوالي أو في رئيس البلدية ورئيس الدائر باش يجمعوا 21 إذن شعب جزائري لا يحترم قوانين جمهورية جمهورية العسكر جمهورية الجنيرالات الشعب الجزائري راه يجتهد باش يصنع جمهورية حقا لأن هذه ليس جمهورية هذه راهي كازيرنا شعب الجزائري لا يعترف بقوانين الجنيرالات ولو جيتوا انتم تعترفوا بالدستور لو كان راك انت مكش في هذا المنصب الدستور يقول تطبيق المادة السابعة والثامنة إذا ما صر خصام بين الشعب وبين من يحكمه والتاسعة والعاشرة والحدائش وعشرات المواد في الدستور الدستور يقول المادة 28 أن الجنيرالات وأن الجيش وأن الثكنات والدفاع عن الحدود وعن السيادة ماهوش صناعة الرؤساء والوزراء والولات والقضاة والصفراء ليس هذا هذا دور الشعب وممثلي الشعب إذن في الحقيقة ما أزعجه هو شخصيا هو أن فيه بعض إخواننا الثائرين حراكيين يرفعون شعارات تندد به هو شخصيا وتتهم حتى بقضية الكوكاين أنا لا أعرف إذا كان هو متورط في الكوكاين أو ابنه متورط أم لا لكن هناك شعب جزائري عبر عن غضبه لأنه هو جاء على ظهر الدبابة فهم في الحقيقة الهدف بعد ما بعد ما الشعب واجههم في قضية الراية الأمازيغية وخرجوا الناس في كل مكان يقولوا القبايل خاوتنا بركاونا من الفتنة راية الثقافية الأمازيغية هاهم الآن جاءوا حاجات وحدة أخرين الآن داركي جي يقول لك آه راك رفت شعاري ندد بالجنرال فلاني أو بيتبون أو بوزير فلاني يعني هذا كلهم رموز دولة عندهم هذه دولة مدنية مش عسكرية وغدا ستسمحها من طرف الطلبة وغير الطلبة الذين سيخرجون بإذن الله قوانين الجمهورية أنتم أول من عفس عليها والشعب راه يريد أن ينقذ الجمهورية الشعب هو اللي يريد بناء دولة الحق والعدل والقانون وليس أنتم إذن في باش يمسوا الحراك وبعدين رموز الدولة هو طبعا هو يعتبر رمز الدولة الآن يجيب التزوير يجيبوه الجنرالات يحطوه بالتزوير وبعد يقول لي هو رمز الدولة كما كان بوتفليق إذن شعب الحقيقة لا يعترف بهذا ولا يعترف ب آه نحن ضد الكراهية آه هذا شيء جميل لكن أنتم الكراهية مررتوها في قنواتكم وفي جرائتكم بل أن بعض اللي نشروا الكراهية عندهم الحصانة البرلمانية بل أن بعض كبار الذباب وعلى رأس قناة العار اللي أنت شخصيا كانت شن عليك هجوم عنيف بطلب من بوعز وسيني لأن الآخر هذا قناة مؤجرة مرتزق قناة العار هذه شنه هجوم عنيف على منطقة كاملة في البلاد وغير قناة العار من باب أولى أنك ما تدخلش الحراك ورموز الدولة لأن الشعب لن يعترف بهذا القانون وهذا القوانين ره يتشبه قوانين السيسي اللي يبدأ بشوية بشوية يضيق المصريين وهو المصريين في حالة بائسة جدا ترجمة نانسي قنقر